للاستضافة الطيبة وفي هذا الموضوع المهم والاستراتيجي وتحياتي لمشاهدي ومتابعي قناة نهر شكرا لك سيد بن يمينة إذن كما كنا نتابع الآن في هذا التقرير كنا نستمع دائما عن مناطق الضل ولازلنا طبعا نتحدث عن مناطق الضل في بعض من الولايات والمناطق الداخلية اليوم أصبحنا نتابع مدن وأحياء ومناطق الضل في أكبر المدن في الوطن تنهضم فيها أبسط ضروريات العيش الكريم كنا تابعت معنا قبل قليل تقرير وهران أحبي التعليق منك على الصور التي كنا نتابع فيها سيدة بينا شوف أولا بسم الله الرحمن الرحيم وقبل هذا في عشر ثواني أترحم على كل شهداء فلسطين وشهداء مدينة غزة وإن شاء الله ربي يوفق الجميع ويفق كل المتدخلين في إنقاذ هذا الشعب شوف أولا هذا النقطة هذه هي نقطة من بحر والتقارير هذه فاش مليحة تشير إلى موضوع معين كما مثلا مسرغين وكيفاش دايما سواء في وهران ولا في غيرها من المدن وهذا الظاهرة نشوفها في كل مرة أنه أطفال ما عندهمش كيفاش يرحوا اللي يكل يقطعوا الجبال يقطعوا الطرق يقطعوا في الحقيقة هذه نقطة من بحر بمعنى هو مؤشر والإعلام يشير إليها لكن تعليقي على هذا أنه الخلفية اللي يمر هذا لأنه ما ننجوش كخبير ما راحش نسمح النفسي ونقول أه يخص جسر ولا راح نديره جسر أه لازم نقوله للوالي يدرنا طريق لازم نبنيه وما الدراسة لهذا التلاميذ أقرب لديارهم إلي درنا هذا وش رانا؟ رانا ندعمه في الفوضى لسبتها المشكلة إذن هذه المدينة وفي وهران وهران من المدن لمن بين المدن الكبيرة أحسن تهيئة لكن رغم هذا هذا وش نسموه؟ إلي حبينا نسموه هذا المنطقة بدون تسمية المنطقة امتداد أي مدينة عندها امتدادات والامتدادات هي في توسعة المدن موجودة على كل مستوى العالم نعم لكن الشي اللي واقع هذا أنه ينوضوا واحد صباح يقول للناس هاي قطعة أرضية وديروا لهم سكانات ولكن ينظر حالة ثانية أنه الناس بنات ثمة والناس لما سكنتها تسكن أنا لا أشجع أحد على الفوضى لكن كين واقع اجتماعي تبني له وتسكنه في منطقة مهيئة منظمة فيها مدارس فيها طريق فيها جسر فيها كل وحدات اللي يحتاجها الفرد يجيكم بأولا واحدة لكن كون ما تبني لهش المجتمع يصير ما يتوقفش والناس اللي يصير ما يتوقفش ويجوا أطفال وهذوك الأطفال لازم يقرأوا بلك ما رحش يدروا لهم مدرسة ليهم خاصة في عدد صغير من السكانات لكن المهم يقرأوا ويلقوا روحهم في وضعية أنه يقطع الجبال ويقطع الطريق ويشوفوا السن هوراني يشوفوا في الصورة الآن السن تعتع هذا الأطفال هذا في الحقيقة أثر أثر لقرارات استراتيجية أثر لتشريعات استراتيجية أثر لعدم أنا نقولها ويسمحوني رؤساء البلدية ويسمحوني الولاة عدم المداومة اليومية لأن المشاكل كما هذه ما تضربش عليها تطلع كثل شهر ما تضربش عليها تطلع لما إلا في الدخول المدرسي هذا المشاكل ولا فقط وقت الزيارات الرسمية شوفوا الغير وقت الزيارات الرسمية إلا حبينا تعصح نقوله باللي بدينا شوية نخرجوا مع هذا نحبي در زيارة رسمية روح يديرها وما نحتاجوش نصورها والله غير كاين كاين ناس وكاين وزراء ونعرفهم شخصيا يعني والله يتنقل بسيارته يروح للورشة والله واحد مع لبلو به لا راح شاف ولا ما شاف إذن الزيارات الاسمية على الأقل على الأقل لما يتفتح مشروع ممكن لكن المتابعة حبيبة رك تكون في مهمتك اليومية روح ليها وخطي خلينا من الكاميرا والتصوير لأنه لما تتهيئ بالعكس هذه الأمور هي اللي تعطل للمشاريع وهي دفول يتفسد المشاريع أتحمل ما أقول لما والي ولا رئيس بلدية ولا يجوه لمنطقته ويقولوله رح نشوفه الأشغال وين تواصلت وهو كان ما زال ما كملش وعنده المعلومة بلي رح يجوه تلت شهر من بعد وش رح يدير رح يسرع في الأشغال بطريقة غير موافقة للمعايير وبالتالي تم هذا الطريق لكن الطريق المشي لما نشوفه قدره معناها ومليح هذه نشوفه لازم نشوفه 6 شهر من بعد لما تشوف حفر لأنه هذك الأشغال تمت في الليل وتمت عن طريق أشخاص ما عندهم علاقة مع البناء المهم الهدف ليس ما كانش انتهاء من المشروع الهدف كان مقابلة الرئيس ولا وزير الحكومة ولا الوزير ولا غيره وبالتالي يسمحوني هنا نقولها كجزائري وكمواضر ما عشون نقولها كخبير خلونا من لقاءات الاجتماعات في الميدان مباشرة على الشاشة الاجتماعات وهذه الأسئلة وشوقع في هذا المشروع وشوقع ورح نقولها كخبير الآن كل كونتراندو في مشروع ينتهي يندير في لقاء مكتب يعني لما الوالي ولا لما الوزير ولا المدير الأشغال لما ينطلق هذا المشعور المشروع لما ينتقل عفوا لهذا المشروع عنده البطاقة وعنده الوضعية تعل المشروع وعنده أسباب تأخر المشروع يعني من جوج قدام الكاميرا قال هذا المشروع شعال مازلوا بشي خلاص كيفاش جاي للزيارة ما لبكش المشروع شعالي خلاص عليش هذه النقطة تزعجوني لأننا تخلينا نضيع المهم على الأقل على الأقل إلا حبيتنا كوالي ولا كوزير ولا نشوفوا هذه إحنا مواطنين ونشوفوا واش ره يوقع فعلا ورنا أمور أخرى مش الأمور اللي تتحضر في المكتب أي وزير باش يتنقل يعطوله كل البطاقة تعل المشروع وكل العوائق تعل المشروع وقبل ما ينتقل يعني يدرس هذه العوائق مش ينطرحوا العوائق في الميدان ومع ذلك العاقب فلان وعلان وانا لا أدافع عن أحد لكن أرفض الطريقة طريقة ميش نعم وهناك استسمحك هذه العراقيل التي تؤثر على المواطن أو لا تؤثر يعني بصفة بطريقة غير مباشرة وهناك بطريقة عفل مباشرة وغير مباشرة أيضا إن نعود لتصريح يعني كان قاله كنت استرسل نعم مواطن قال على أنه في هذه المنطقة ما لازمش تمرد يوم الجمعة والسبت أمر أن تسمع مثل هكذا تصريح في مدينة مفروض أن المدن الكبرى هي واجهة البلد بصفة عفل ربي بارك فيك عليش استرسلت سيدتي الكريمة وممكن استرسلت شوية أكثر من لازم لكن كان لازم لأنه هذا الأشخاص سواء من وزير أو والي أو رئيس بلدية مهامهم هي أخرى هي كالتالي هذا الناس باش لحقوا كيما قال ما لازمش تمرد لأنك ما عندكش مركز صحي كنت حكمك ينورجنص في الليل لازم تقطع الجبل وتقطع الطرقات باش تلحق لأنه هذا التهيئة اللي أنا نتكلموا عليها اللي مكاش وين تندير تندير بمخطط توجيهي ومخطط شغل الأراضي مصادق عليه وهذا المخطط التوجيهي وهذا المخطط شغل الأراضي وشن هو؟ هو تخطيط عمراني وهذا تخطيط عمراني ما يمشيش غير مع مصرغين هو يأتي من تهيئة إقليم ويجهابط لمنطقة الغرب لمنطقة الشرق لمنطقة الشمال الشمال الشرقي الشمال الغربي وهذا النقاط اللي نذكر فيها محددة في تهيئة الإقليم لمنطقة الوسط الهضاب الجانب الشرقي الجانب الغربي على حسب طبيعة كل منطقة على حسب طبيقتك عندنا مخطط لتهية الإقليم لكن هذا المخطط رهو في التحيين قانون البلديات جديد ما زال مكاش قانون الاستثمار معلق بالعقار أنا أرى عمارات هنا منجزة لكن سكونابال ليفواري غير منجزة ممكن القناوات التحت موجودة ممكن سكانات اجتماعية نعم لكن هذا ما معناه؟ هذه عمارة في ورشان وبالتالي سواء الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة هذه الاستراتيجية التي تتابع في الإسقاطات من طرف الولاد ومن طرف مديريات كل الوزارات المعنية بهذه المشاريع مثلا تكلم من حقه يمرض هنا يكون يدخل وزير الداخلية ووزير الصحة ووالي المنطقة ورئيس البلدية المتوجد فيها المشروع وهذا هل يدخلوا نفسهم؟ لا البلدية عندها لجان الولاية عندها كذلك والوزارة عندها مديريات مركزية هذا المداومة اليومية قال يودي هاي طالع أو طالع مشروع تع سكانت هذا المشروع ماشي ندن الصباح القناة أو طالع مشروع هاي مهامهم ماشي مهامهم أنه يتنقلوا وقول لك والله ما كاش طريق وذرك إن شاء الله رح نؤمر ورح يكون طريق كنت ذكرتي في مقدمتك عنوان مهم اللي شفناه من قبل وكان برنامج دارت رئاسة الجمهورية فيما يخص مناطق الظل لكني رئاسة الجمهورية دارت لي القضاء عن مقادم عفوا مناطق الظل اللي كانت مقبل لكن تصرفات هذه تخلي يوميا تجي مناطق ظل جديدة أسيدي لازم الناس يسكنوا لكني المتابعة اليومية تاع مديريات الوزراء المعنية وتاع الوالي هي اللي تخلي قال أنا بدينا في الأسس تاع هذا المرفق السكني إذن وقتها شنوجدوا لهم طريق ويندار برنامج وتندار صفقة لك ممكن واحد يسألني يقول ليس ابن يمينة بصح ووش نديرو كون ما يكونش مرافق ما نسكنوهمش فيها كلم ستقيني غير فيها كلم لأنه نهاية المطاف غاني نشوف الصورة واني قبلي أبناء وكانوا أبناء صغار هكذا عين ناس تتنقل وش معناه هذا؟ هذا خطر من ذلك نشوفه واحد توفى واحد حادث ويتنقل وزير الصحة ويتنقل للأمن لكن لازم أن نعود إلى الأصل الأصل أننا عدم ضبط تنفيذي للمخططات الاستراتيجية وأكونهم المخطط تهيئة الإقليم ثانيا عدم الضبط بدقة للمخطط التوجيهي ومخطط شغل الأراضي هذا لكن نحب نعرفه هو امتداد لمدينة وش معناه امتداد لمدينة؟ عندنا مدينة وكل هذا موجود في دول العالم مدينة عندها مرافق أساسية عندها نقل عندها أولا طرقات سكة حديدية عندها نقل عندها هيئات صحية هيئات تعليمية مدارس وجمعات هيئات ترفيهية والمرافق والعقارات ترفيهية هذه المدينة المدينة لما واحد يخرج فيها عنده أسكنات إذن السكن كانوات لما نشوفه هذا ومباشرة تجي مراحل هذه الهيئات اللي ذكرتها لما يكون امتداد وش ندوره؟ نشوفو وشن هذا المدينة اللي جايه هذا الامتداد مثلا نتكلم عنها مصرغين كيف هذه الهيئات اللي نقل كلها كيف تلحق بهذا وهنا على حساب البعد وعلى حساب المسافة من بعد هذه مصرغين هذه السكنات أو أدنى أضعف الإيمان أضعف الإيمان الطرقات والنقل والأمن طيب بحديثك عن الطرقات هي فقط نشير مصرغين ما هي إلا عينة يعني عينة جد صغيرة وطرحيرة وبستوى الوطني نعم العديد من الأحياء في المدنة الكبرى بحديثك عن طرقات سيد بن يمين ألا ترى على أنه اليوم المخطط التنموي للبلدية في العديد من البلدية ترى ناس ينمون على طرق يعني معبدة ينضوا صباح يلقوا أشغال إعادة صيانة الطرقات بعد تقريبا 15 يوم نفس الشيء يعني تقريبا من هذا المخطط التنموي يخصص فقط لإعادة تهيئة الطرقات أنا كان محورين المحور الأول هو أن نحن نتكلم عن الأثر أنا كخبير طرحت الاستراتيجية واختلال الاختلالاتها وفي مخطط توجيه ومخطط شغل الأراضي وكيف أثرت وأنتجتنا هذا ممكن كنا نديره تقارير في مدن أخرى راح تصيبوا نفس الأثر بدرجات أقل أو أكثر الآن هذا الأشغال اللي تتم فيها هذا المحور هو أثر اللي شيء اللي كنا نقوله فيه لكن كان أمر ثاني أنه أنه أشغال كثيرة وعلى بل وش عراني نقول وأقول هاكي خبير تتم يتم إنجازها غير موافقة للمعايير وش معنى غير موافقة للمعايير هذا الأشغال لما تتم من المفروض تشد 3 سنين 4 سنين 5 سنين باش تبدأ صيانتها لكن لما تتم غير موافقة من المعايير معنى بعد سنة بعد سنتين ولا على الأكثر تلقى هذه الطريقة اهترأت وما فيهاش صيانة وما فيهاش متابعة كما شفناها في الطريق الصيار وشفناها في عدة طرق وطنية وعدة طرق ولائية لأنه لأنه الطريق أي مشروع ينجز وتكون عنده استراتيجية صيانة هذي كل فط المشروع لما الصيانة تكون غايبة وش يدير رئيس البلدية آه هنا هنا يمشكينة رئيس بلدية طريقة محفورة والناس ممكن توقع حوادث يخدمها لكن يخدمها بسمك وين يضيباس الرصيف وهذي كلنا ران نسجلها ران نجوه في الطريق كين نروح نجوز الرصيف الرصيف يكون أسفل علاش لأنه تكون بسرعة دفوا ينحيوا دفوا ما ينحيوا ويبدلوا السمك نلقى والروقار موش جاي على نفس المستوى تعل الأسفلت الأسفل يولي تحتو وبتالي الناس تمشي تدخل رجالها في الروقار هذي كلها واش هذي كلها معناه ران ننجز بسرعة لكن السرعة واش تأدي عدم احترام المعايير لكن في نفس الوقت ران نصرف أموال وهذا الطريق لما التبنات هل التبنات بنظرة استراتيجية ولعلى الأقل بنظرة محلية لتوفير الطريق المسرغين ولان دارت لأنه كان بودجي الدات البلدية ولازم تكملوا قبل نهاية السنة لأنه ما يعطلها نفس البلدية في السنة المقبلة طيب في هذا الشأن بالذات من يحاسب ومن يراقب شوف شوف باش نعرف من يحاسب ومن يراقب ومن يعاقب نعرف من يتابع البلدية هي إحدى الوحدات التي تكون لنا الولاية أدعى القاب الذي أشرف على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم زنكوى الرصاص لتالى حمزة ودميزور بولايتي بجي أعود من جديد إلى نقاشنا مع سيد عبد الرحمن بن يمين المتعلق بمناطق الضل في المدن الكبرى أعود بالتحديد إلى النقطة التي توقفنا فيها سيد بن يمين كان سؤال بالتحديد فيما يتعلق بهذه المشاريع ومتابعتها من يحاسب ومن يراقب أيضا شوف هذا من يحاسب ومن يراقب لما تطرح تتطرح الإشكالية باش نقدر الرضع لها بدقة وحتى اللي يتحاسب والمراقب تكون عنده أدوات أي مشروع من هذا المشاريع فيه مخطط زمني وفيه أدوات متابعة وفيه أدوات قياس هل هذا ممكن في الجزائر؟ ممكن في الجزائر هل المشاريع التعنى في الجزائر عندها عوائق يعني متعلقة بليكو سيستم ككل صح متعلقة وبالتالي حتى اللي يجي يراقب ويعاقب ما يجيش يعاقب بالجملة لما تكون عنده أدوات القياس يعرف شكو اللي قام بعمله وتابع وأي نامت ووقتش توقف المشروع ومن سببه كان الناس تراقب كان متابعي مشاريع يكتب ويدل لي رابور والإرسالية ويبعث أكيدو دروان والمشروع متوقف ومازالي يبعث لهم ويذكرهم من بعد سالة من بعد يتفطن أي واحد للمشروع قال كوموس صفيت عطل عام ويجو يطيحوا على هذا متابع المشروع ما ليش قبل ما اطيح إلى متابع المشروع روح شوف الإرساليات للحقاتك في متابعة المشروع قبل ما اطيح على الأقل على الوالي حتى نتكلم عن الوالي الوالي بل اكتابع المشروع وبعت إرساليات لكن موقع اشتداخل وموقع شرد عليش طرحت هذا النقطة لأن المحاسبة والمراقبة دائما تجي من الطرف العالي ممكن تنطلق من رئيس الجمهورية إلى وزير الحكومة إلى الوزير إلى الوالي إلى رؤساء البلدية إلى المديريات المديريات الوزارة المركزية المعنية المعنية بالمشروع والوزارة المنجزة المنجزة للمشروع لكن هذا لما تكون فيه متابعة نعرفه ما ميل غفلنا نعرفه بالضبط وين توقف المشروع وما هو السبب حتى بالنسبة للمسؤولين اللي يتابعوا لكن هناك من يتحرك إلا اليوم نعرفه صحفات المواطنة بعض المسؤولين لا يتحركون فقط بعد انتشار فيديوهات عبر مواقع تواصل الاجتماع وين يصبح المواطن هو اللي يحاسب تشوف الفيديوهات هذه أنا أطرح الآن السؤال للولد علش المواطن يقدس الصور والوالي ما يكلفش واحد يصور المشروع لأنه الوالي معلومة رسمية نعم والمواطن معلومة اجتماعية يعني ممكن تحرك أمر وبالتالي وعليش كاين فيديوهات إلى صح المشروع هذا عكس ما قال هذاك المواطن ولا تؤكد لازم على مستوى الولاية ولا على مستوى ذكرنا في تكنولوجيا ما نحتاجه نيبي لكيون نيبي لكيون صور ودير 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 الروبرتاج فوتو ودير عليه التقرير تعصفها تعليقات قال هاو المشروع هاي وضعيته شركة البناء غائبة منذ ستة أشهر تنقل للوالي الوالي يقدر يبعثها باري ميلا كيدو درو في انتظار أنه يكمل تقريره علشا كيدو درو لأنه كين ديناميكية في الحركة ممكن وزير في لحظة يهبط هذاك النهار ينطلق هذه الولاية الشي اللي مثلا ما يديروش أطراف أخرى ولأن نفس الشي الوالي لما تجه المعلومة ويمددوله في معلومات ريانا سينياني ريانا سينياني ريانا سينياني وراء نطر بريز مايش هنا يا ممكن يعرفها في يومها لكن معلش يعرفها تلت أيام من بعد ربعيام من بعد هذا أمر مقبول لكن أنه يعرفها تلت شهر من بعد بس كين شافها واحد من الموظفين بطريقة عفوية في فيسبوك صورها مواطن هنا وش معناه؟ معناه أنه السيستم دينفورمسيون اللي راه يتابع في المشروع راه عند المجتمع المحلي وموش عند الهيئات المطالبة بالمتابعة عندنا أدوات تكنولوجية عندنا إيميل واحد يقولي الإيميل نيبا أوفيسيال ابعت الإيميل ومبعد لحق الرابور أوفيسيال يدعم ابعت الإيميل ومبعد سويفان الإيميل نميرو أتمنى أن أتمنى هذا الرابور في تلك الموظفين ما يبدو أن يبدأ؟ هل هذا صعب على مستوى الجزائري؟ صح ممكن تناقشوا في تكوين الجامعات لكن صدقيني كان حد أدنى كان حد أدنى وناس تخمم وتعرف تريديجي وتعرف تكتب لكن ما عندك ش التقنية نقل التقنية ويعطيك الوضعية أنت كوالي عندك مشروع كما هذا عاية الشركة الشركة في الكونترا عندها لدرس تحها عندها التليفون تحها عندها الهاتف تحها ممكن تبعث لها إرساليات قد تسمعها بشتحها وبعد هو ما يكونش مثل أنه جابالو تليفون جنفوين الكوري هل هذه تأخذ وقت؟ أنه الوالي عنده عنده السكرتاريات عنده البرو دورت قال يودي أبعثوا إيميل لسافيس تكنيك يبعثوا يجيب للشركة نشوفوا من على الحد ورها المشكل قال يودي ما خلصونيش كان شركات ما خلصوهاش الدليل الشي اللي يوقع في وقت الكوفيد كان شركات ما خلصوهاش ودخلوا في جدار وما خلصتش حتى الدخل وزير الحكومة في جويليا إنما خلتنيش الذكرة 2021 ونادى كل الإدارات المعنية باش تنادي هذه الشركات وتتفق معاها وتسمح لها في بعض الأمور ويتضبطوا العقود باش تواصل المشاريع وبالتالي أي مشروع يكون على مستوى محلي ممكن واحد يقول لي بسح قانون البلدية الجديد ما خرج قانون البلدية الجديد ولا القديم هذا قائم في أي قانون هل هذا يمنع من لا يمنع نعم لا يمنع بدون إتمام سؤال لا يمنع سامحيني مع ذلك لا طبعا رح نقول واحد للأمر رئيس البلدية هو عين الدولة على مستوى الهيئة المحلية نعم الولاء الوالي هو عين الدولة على مستوى مجموعة الهيئات المحلية ولا الوحدات المحلية اللي هي البلدية واش معناها عين هو اللي شوف المديريات المركزية لمختلف الوزارات مهما كان المشروع نعم هو عين الوزارة على مستوى الهيئة المحلية اللي موجود فيها عندنا ثلث أعين على الأقل وهذه الثلث أعين مهيئة في الداخل بلجان وبمكاتب يسمى هذوق عندهم ليزيوبوندي والله سمحوني نتكلم بزعاف تعرف علاش لأنه أمور ممكن نقوموا بها ونخفوا على روحنا التسيين ونخفوا على هذا الناس أنه الناس هذوق يمشوا يومين ولا ثلث أيام ما نقولش أمر مقبول لكن نغضى عليها البصر لكن نفقوا بهم بعد سنة ومعندناش أشهر كنا نتكلموا على الدخول السنوي الدخول السنوي يسمحني وزير التعليم ولا وزير التكوين ولا أي هيئة أي هيئة تعليمية كائن طلاب هذا الطلاب مين جيين عندهم عنوين حتى يبدوا يدخلوا ونلقاهم بليدر بطروة كيلومتر باش يقلوا أدرس العنوين عندك جدوة أو العلاوين قال وين موجود موجود في مصر غين قال هذا وين موجود قال بعيد على المدرسة قال هذا تحتاج إلى هندسة تخطيطية كبيرة تحتاج إلى أمر توظيف العين المحلية وراني نسميها العين المحلية كخبير وتوظيف أبسط الوسائل في نقطة المعلومة الصورة بطاقة بثلث أسطر والإيميل طيب وهل تحتاج إلى سنوات نتكلم عن المدن لا تبعد كثيرا يعني فقط تقريبا 15 كيلومتر على العاصمة بالراقي مفتاح سيدي موسى بن طلح الكالي كذلك غياب يعني للتنمية واضح هل هذا كذلك يعني كيف نفسر ذلك كيف نقرأ أو نتحدث كذلك عن المشاريع والعمل لمدة 24 ساعة هل في رأيك هذا كذلك بالنسبة للورشات سيد بن يمين من أجل إتمام هذه المشاريع هل أثبتت نجاعة هذه العمل 24 ساعة أن هناك يعني هو فقط كلام لكن في الواقع ورشات لا تعمل في في الليل في فترة الليلية شوف أولا سيد الكريمة في شي اللي قلته طرحتي عدة أسئلة نحاول نقسمها إلى محورين أولا المحور تكلمت على الكريتوس تكلمت على عدة مناطق يعني مش بعيدة على العاصمة لكن شوفوا فيها مشاريع غير منتهية وتهيئات غير منتهية ومثل أهل المنطقة يخصهم أمور كثير وتكلمت على محور ثاني اللي هو مهم جدا أنه العمل 24 ساعة شوف العمل 8 ساعات العمل 16 ساعة العمل 48 ساعة دائما يحدد وفق أهداف دوكيلان دي 24 ساعة وانا محتاج ما نحتاج 24 ساعة ولا تجيب الناس 24 ساعة لكن من التسعة تعليل للغد من دك ما رح يكون والو الشركة ما جات وجات ساعة وغابت وما وصلش أنا أفرض باش ما لا أتهم أحد أفرض أنه اللي ده 24 ساعة معناه كين أشغال متواصلة من بعد هل صح هذا الشركة رأيت تخدم بالوتيرة المرجوة المحققة للهدف المحققة عفوا للهدف موجودة أو لا 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 هنا تقرير المتابعة ومكتب المتابعة إذا مكتب المتابعة بيغضع الشركة رح يتحمل غدو مسؤوليته معه النقطة الثانية شوف تكلمنا على الدولة وتكلمنا نرجعنا هذر على روحنا احنا احنا بنيني فوضوي تكو واحد وقاعد يبني لك فيلا فوضوي هنا وواحد يبني لك فوضوي هنا وواحد يبني لك فوضوي هنا غدوة يرفض يدي يقول لك أنا ما عنديش مدرسة أنا ما عنديش غاز أنا ما عنديش كهرباء كين مناطق تدخل لها بناء وفوقها باش تدير لهم الغاز والكهرباء لازم تدير لفيردي لفوري يجوزوا تحت المنازل وهما بناء وفوق هذه الأرض وعلى هذه تلقاهم جوزين أخيط مننا وما عندهم مش قنوات وكان يدير ديفو السيبتيك لفو السيبتيك لأنتردي تبال الواصفة لونطان أكوز دوليجيان إذن هذا الجانب الفوضوي هذا احنا دائما نقول نتوقفوا وكان قوانين جديدة وآخرها تعد 25 22 وغيرها خلينا من التسوياء لكن يجب يجب ورانا نأودوها حجرة ما تطلعش بدون رقصة حجرة لكن الشي اللي ممكن أتدخل فيه كخبير طريقة طريقة تحيين هذه البناءات البنايات الفوضوية كأن البنايات لازل إلى الحق نتيجة الخبرة وكل الحلول المقترحة أنه غير ممكن فالوضعية اللي أراهي فيها أنه ندله فوريا ريزو ديفار ما نجب منحيها وخاصة إذا كان عائق في جريان مياه ما نقدر ورحيد اللي فيها لكن اللي مخلي هناش كون يديرها المهندسين اللي زار هنالسين يسمون ودارين يفو السيبتك ويجي ويجي الكاميون شاك بريود يرفض وش كيف لفو السيبتك لأنه رح دي المشكل صحي اليوم عندنا مشكل عمران غدوة المشكل يطرح على مستوى وزارة الصحة أنا نظن كان قرارات جريئة يجب أن تتخذ لكن محلي السيد انتهي محلية تخليته بناء وساكن عشرين سنة خذ بعد الاعتبار ما راح تنحيه من ثم وجد له وين يروح وبالتالي يمكن تهيئة قطعة دفوا على بالك والله استقني ونتقلت إلى مناطق دفوا تهيئة قطعة مجاورة وننقله بسكو يوقف سريان مجرامية لكن وقت يطرح المشكل هذا بقوة نهار يوقع فيضان ونتقل لذيك المنطقة سكنات وناس بنات فوضوي وكلنا نتخبى ومر الفوضوي ولا واحد ما عنده الحق يتخبى مر الفوضوي المواطن ولا أدافع عليه لكن أحقق الحق المواطن باش ابنا وسكن بس كما سكنوش وما بناوش وما طاولوش رخصة يحط رخصة ما يديهاش وليما لا تتكلم عن الجزائر لا تتكلم من 2019 ولا 2018 ولا 2017 أنا تتكلم عن الجزائر من 2016 وبالتالي أنه كان أمور كان مسارات تمشات كان مشاكل كان عادات وليفناها وهذا التقاليد هي اللي ري ما زالها تسبب لنا مشاكل إلى يومنا هذا وبالتالي الجانب الفوضوي هذا ره سبب قوي في هذا شوف وش معناها بناء فوضوي توسعة فوضوية كيف مشاريع سواء كانت محلية بلدية أو ولائية تعليقك هي مرافق مهملة مرافق عمومية مهملة شوف سيدة الكريمة يكون انتبع نفسي من يش في القناة والله لا وعلق دون تعليق لكن الموضوع مهم جدا وش رح نقوله لازم يطرح على مستوى عالي اذناشي اذناشي على مستوى الوزارة وإلى ما كانتش على مستوى الوزارة الحكومة لأنه يجب تنسيق بين عدة عدة وزارات لما نشوف مشروع مثل هذا وش فيه أولا للتة صغير أعتبرها مدينة صغيرة لأنه كالمدن لا يتتبنى لكن المنطقة صغيرة وش فيها فيها سكنت والباقي السكن عقار إذن فيها عقار سكني كالناس ستقطن به هذا مجتمع يجي لهذه المنطقة فيه عقار تجاري عقار تربوي فقط للتركيز أكثر عقار تجاري يقطن به مواطنين يقطن به المواطن عقار تجاري لأنه المواطن لما يسكن في منطقة كأي مدينة كأي حي يكون فيه ماذا به يلقى وين يشر الخبز وين يشر الحليب وين يقضي يومياته يعني وين يقضي احتياجات يومياته ويجي العقار التربوي مثلا على الأقل على الأقل إن كراش هالله كراش تجارات مدرسة ابتدائية ممكن مدرسة متوسطة وين جوا رايحين هذه العقارات هذه أنا نقولها هنا من هذا المنبر الأكيد أنه لو كان تتمدل مهندس معماري ويرافقه مهندس مدني ويرافقه كل المهندسين التقنيين اللي لازم يدخلوا في هذا المشروع التصميم رح يكون وفق إنشاء الأحياء ولا وفق إنشاء المدن لكن إلى هذا المشاريع تقرر فيها الهيئات المحلية يجوز رئيس بلدية قال ديرهم هنا محلات والباقي سكنت ويتوكلوا على الأرض واخذوا نفس المشروع اللي درناها في تيارت ويأخذوا نفس المخطط ويجيبوه ويحطوه إلي أخذنا قرارات هكذا معناه ما زلنا في الأخطاء الاستراتيجية القديمة المشكلة ورهنا عليش أذكرت هذا النقطة لأنه لما تصمم محلات تجارية كأن واحد لازم يطرح ما هي الأهداف الاقتصادية وما هي المرضودية الاقتصادية بمعنى نتدل لتلتة عمارات تدلهم محل تجاري وجاء في التلتة الخالي شكونا يجي يكرر لكذا المحل التجاري باش يبع عشر خبزات وتلت شكال حليب ومباش كون يخلص له الإيجار والربحية تاو دير كوبراتيف دير كوبراتيف بتاع الدولة وخلاص لما نقول العقار تجاري لما نقول عقار ديني وديمونسيوني ونموسكي ويقول لك نبني وحناية وينت بنيها أنت بنيها جيب أموالك مكاش مشكل صدق في جبيل الله دير صدقة جارية دير وقف دير اللي تحب لكن الرخصة من عند البلدية ما يبنوهاش أهل أهل الحي يبنيونا مسجد ومن بعد غدوة في أول زلزال يسقط المسجد وبالتالي العقار الديني اللي هو المساجد وغيره العقار الطربويات تقوم بها وزارة الطربية ولا وزارة التعليم العالمي إلا كانت جامعات هذه كلها مشي حتى تطلع السكان باش رحوا ندير جامعة بعد ما يكونوا الناس عانا وأجيال غادرت بيوتها وجات قرات ولا جامعة موجودة وأستيدة غير موجودين هذه واشي يسمى هذه البرمجة وهذه استراتيجية معناها أنت لما تنطلق المشروع تبدأ تحوس على الأساتذة أنت لما تنطلق في المشروع تشوف الأساتذة لما تكونوا وقتها يكملوا وتوجدهم اللي زافيكتاسيون هذوك وما تقول يقبل وما يقبل حالات اجتماعية تدرس حالة بحالة لما تكمل الجامعة قال جيب فلان من جامعة الجزائر نبعتوه يدرس في تين دوف ولا في وتهدم له كل هيكله الاجتماعي هنا زوجته في جهة وأبناءه في جهة وهو في جهة وما رح يفيد إذن هنا في الموارد البشرية نتكلم عن العقار يدرج فوق هذه القطع الأرضية والبلدية والولاية مهما كانت من ساحتها سواء كان حي ولا مجموعة أحياء ولا مدينة بعد تجيشكون تجي الموارد البشرية هذه الموارد البشرية سواء كانت ملحقة البلدية ما يعني ملحقة البلدية معنى السيد أوريو يرحبط البلدية تاعة ثلاث كيلومترات لديه ملحقة تفهمي ويصبح تتعلم معنى هذه البلدية إذا كنت تتعلم في هذه البلدية يجب أن تلحقها على الأقل عن طريق الإيميل فاستوى تتحدث جدينا بورتوكوان وبالتالي هذه الملحقة ركو مجدلها شكو نجي لها إيالو كان أنا تنظم أن تتعلم من الزوج بسرعة ما تدلوش أن تتعلم البلدية وليمشي مع الدرارية يطلع في الجبال ويكتع سجر لا كتدلو كتدلو دتعلم دلو سيارة تديه وسيارة تجيبو باش هذه الملحقة تقدم خدمتها خدمتها الاجتماعية هذا المحل التجاري لازم يكون في التحفيز لتاجر أنه يدير التجارة ويقدم الخدمة للساكينة تتعالحية طيب أدعوك اللي بقاء معنا سيد بن يامين ورحب بكم مشاهدنا من جديد وجديد كذلك الترحيب بضيف الأستاذة عبد الرحمن بن يامينة سيد بن يامينة يعني لو نبتعد عن قانون البلدية والولاية نبتعد كذلك عن رفع التجريم عن التسير وعن روح المبادرة هل يوم لدينا نتكلم عن بعض المسؤولين يعني لدينا مسؤولين خلقي للثروة أم فقط مسيرين إداريين شوف قبل ما نروح لخلقي للثروة رح نروح للمسيرين الإداريين وذلك نجي لخلقي للثروة لأنه بعدها رح نطرح وباش لما نتكلم كيف الرئيس الهيئة كيفاش ما هي الأدوات اللي يمشي فيها لخلقي للثروة نكون شوف لأنه استسمحك العديد من رؤساء البلديات يعني يأخذون من نتكلموا على مصطلح بلدية فقيرة كحجة لعدم قيام المشاريع وغياب المرافقة التنموية وكذلك المرافقة العمومية شوف سيدة الكريمة أقول أمر متفق عليه عالميا نعم أي مشروع باش ينطلق نحدد أهداف المشروع نضبط المشروع بتصميماته وأجهزته وكل تهيئته من بعد نقوموا المشروع علشان نذكر في هذا الكلام المال غياب المال لا يفقد حسن التسير لأنه لغياب المال ما عنديش المال قال أنا هاو مشروعي أراه موجد بتصاميمه برؤيته بكذا لكن ما عنديش المال أراني نسلنا في قانون المالية ولا واحد يقدر يحسبك تكال أعيس بلدية ولا كويلية أراني نسلنا في قانون المالية باش اللي بيجي يهبطل الوزارات المعنية ويهبطل كل واحد معني علشان يقول في هالكلام الغائب في الجزائر علي بيش ما نتخبهوش كأنه والله رح نذكر واحد المثال بسيط كالناس في الخبرة وربي يهديهم لما تطيح الأمطار وتتسرب في عقار معين في سكن ولا في محل تجاري الخبير يكذب أنه مصدر سبب سبب انهيار سقف الأمطار نعم سبب انهيار سبب انهيار سبب تسرب الأمطار وأنه السقف ما مسكش هذه الأمطار إذن امسكية النفذ هنا ما نقولوش أنه سبب المال لكن كن نجيب لك المال هذا المشروع تمشيه لي مليح نسمعه عدة مرات أنه تكونوا رؤساء البلدية أنه داروا سيمينار شكونا بيكون ورح نطرح نقطة مهمة جدا هذا اللي جاي يكون مين جبتوه شعركم تخلصوه إلى بلي بري اللي ربما يتخلصهم الإدارة على مستوى البلدية رح يجبوا أضعفهم وأضعفهم يكون الناس اللي ما عندهم مش أبدأ جيات تسيير إلا اللي جازوا في مسارهم وحتى أن تكملوا باقي على المستوى التعليمي للمسؤول جد مهم أنا يجي أنا يجي أنا شوفي سيدة الكريمة الشي اللي أنا أتكلموا عنها تسيير باش أونفا باري انفونتيلو شود ناديتها من هذا المنبر لما خلسنيش الذاكرة لكن اليوم أناديها بقوة على المستوى الوطني وعلى بلي واش نقولك يا خبير ومستعد للنقاش في هذا النقطة دليل التسيير البلدية ما تحتاج إلى قانون تحتاج إلى علم يجتمع ليه شكون خبراء يعرفوا الميدان يعرفوا العوائق دليل تسيير البلدية دليل تسيير الولاية دليل تسيير الملحقة هذا الدليل هذا الدليل داخل البلدية كلها كيكون واحد ولا اثنين يعرفوهم ليه الاخرين يعتبروا منفذين ما يقولوش بني يمين قلي ولا عبد الرحمن قلي ولا فنال قلي قال هذا الدليل وهذا الدليل المصادق عليه على مستوى عالي وهذا الدليل هو فيه تجربة تحق براء وتحق إداريين ونضيروا دليل كيفاش يكون التداخل بين الإدارة وبين الجانب الخبراتي والجانب التقني لما يكون هذا كلهم قال لازم تبعوه سي لقيد دون جسيون دون 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 أي هيئة محلية بلدية ولا ولا ولاية من بعد واش يضاف لهذا الدليل يضاف التجربة اللي تجي في الميدان بصح باش نبقى وهكذا و يبقى يبقى ولا غالي سامحوني أنا شوف دفوا اجتماعات ولا نشوف دفوا لقاءات الناس هكذا مربع يديها ولقاء تم وكملت وخرجوا تقصير تقولوا واشنطات ينوتر يا هاي يقول لك هناشت كلش في راسي تنتقل تنتقل كاميرا مع والي مع دي تي بي مع صاحب المشروع كلهم ناس وقفين ومعدة تندم تعليمات جيبه مدله رانديفو وراه تخطيط هذا وراهي البرمجة هذه والطريقة اللي رك تسير بها المباشر على مستوى الكاميرا هل هل يعني أنها سليمة شوف أعطي مثال قوي وأتحمل ما أقول في فترة معينة من الجزائر ينتقل الوالي مع وزير سكن يعينوا مشروع في نفس المعينة كل واحد فيهم يقترح بتغييرات المشروع وكنت في قناة معينة والموضوع كانت على المتابعة وكان هذا منفرض نقطة إيجابية لكن أنا كخابير اعتبرتها نقطة سلبية لا نقوم بتغيير مشروع في صفقة عمومية اللي تحتاج إلى إجراءات عطل المشروع مدة 12 سنة 12 شهر عفوا وبالتالي أي إجراء لازم تكون عندك هذه الرؤية رؤية ما معناها الخبرة الخبرة سواء على المستوى الإداري أو التقني أو الإعلامي الخبرة ما معناها عندك تقول أي كلمة على بلك الأثر تقول يا بدلوا بدلوا الحصة على بلك الكاميرا هذه ما تكون شفوا الحصة وبالتالي القيد دو جسيان دون أبيسي ولا دون دون ولاية أنا نظن لازم يندر باش ما نطيحوش في متاهات كل مرة الوالي ما يعرفش رئيس البلدية ما يعرفش على الأقل داخل الوالي نضمنوا بالليكان ثلاثة وداخل الولاية عفوا ونفس شيء داخل ولما نكونوا رح نكونوا ذلك ثلاثة أربعة تكوين صحيح باش يقدروا يتبعوا هذا الدليل تحدثت عن دليل تسير البلدية والولاية غياب التنمية من يتحمله الجهاز البلدي أم الولائي غياب البلدية تنطلق من الرئيس الجمهورية وتمر على وزير الحكومة وتمر على الوزراء وتمر لأنه عليك سؤال تعال أباك التنمية هي ذلك التفاعل بين كل هذا البنى التي نتكلم عليها بين العقار بين البنى التحتية بين الهيئات التربوية الهيئات الترفيهية هذا التخطيط ينطلق من رئيس الجمهورية على مستوى المخطط الوطني لتهاية الإقليم يمر إلى مخططات الهيئات المحلية حتى تصل إلى مخططات البلدية أو المخططات البلدية ينضح تصبح يديرهم وحدهم من بعد كين المسؤولية الاستراتيجية وكين المسؤولية التنفيذية وكين التمويل إذا كانت الاستراتيجية كائنا وتنزل من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الحكومة وعبر الإكزيكوتيف إلى الوزراء وتنزل للتنفيذ عند الولاة وما كان شمال قررنا في قاعة الانتظار لكن إلا هذا توفر وكما يقول ودفو المسؤولين على مستوى رئاسة الجمهورية وليس يقول أو كين مال أو كين مال والمشروع لم يتابع بمؤشرات قياس هنا تقع المسؤولية على كل الأطراف المتدخلة لأنه لما يكون مشروع الوالي يراقب يتابع ليس يتابع كما مكتب دراسات مكتب دراسات اللي يمضى في الصفقة العمومية هذه اللي كانت عمومية ولا في صفقة المشروع عنده عقد يا إما تعدراسات يا إما الدراسات متابعة يا إما كين مكتب دراسات ومكتب متابعة هذك اللي يدير متابعة المشروع تقريراته لازم تلحق والولاية هنا المشكلة الولاية لازم تابع وتراقب هذك المشروع علاش الولاية يمكن أن تكون في تواصل مع المادة لوفراج بل يكي يروح للبيرو ديوتويد ما يعطي له شي صديق نظام عهل عقد ويتوصل بالمعلومات قال علاش وقع وقف المشروع قال ما عن نفس سيمة ما لحق نفس سيمة قال الشركة هذه سيمة أنا ديكوفر لبلي ما يش قادر على شقاها وبالتالي يجب الإجراء يتم بسرعة وفق القانون وفق الصفقات العمومية وكان قانون جديد ويتم يا إما فسخ العقد يا إما إرغام كان نخطة مهمة يمكن إرغام هذه الشركة وندير معها أنا أفنان إجلوب ليجا لسو تريطانس عقد المناولة جلوب ليجا لسو تريطانس ما يهمني يربح ولا يخسر تسيير هو اللي يلحقنا لنا والسو تريطانس يوافق عليها لمادو فراج ونجيب له أنا للسو تريطان اللي على بالي يكمل أنت ماكش قادر تكمل ويجي للسو تريطان يكمل ويتم كيف لأنه خلاص على بالك اللي ما عندوش الكفاءة بيش يكمل المشروع تفسخ العقد وتدير إجراء وانت بقي لك جزء بقي لك 30% كلها كلها قرارات تحتاج إلى خبرة وفق كيفاش تفسخ العقود وفق كيفاش الوقت لما يفسخ عقد واحد يعتبر أنه قرار قوي لكن نحسب بالأجال وما هو هدف المشروع هل هو استراتيجي أم هل يمكن أن ينتظر الخبير في العقر والهندسة المالية سيد عبد الرحمن بن يمين أشكرك مجددا على تلبيط دعو وعلى مشاركتك لنا هذا النقاش شكرا ربي بك فيك من التنمية إلى شكرا